اخوانا اخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وانا ومرحبا بكم مع ايمن جديد اصدقائي متابعي قناتنا الاوفية الاجزاء انما كنتم في العالم كما العادة ودائما الشعار ديالنا نتمنى الفيديو هذا يلقاكم بخير ولا خير ويلقاكم بصحة جيدة اول حاجة كنواعدكم ما غدش نديلكم الوقت ديالكم هباء منطورة الفيديو مهم موضوع اللي غد نتناقش معكم يعني موضوع اللي هو في غاية الاهمية جوج ديال النقط اللي غد نناقشه اول حاجة الامر كيتعلق بالناس اللي ما عنده مش الوريقات هنا في اسبانيا ماشي بالزاف كان وقع واحد المشكيل ديال الكيشا بنك والزاف ديال الابناك الاسبانية اللي بلوكو لكم الحسابات ديالكم ولكن هذا ما كيعنيكم شعير انتو ما فقط الموجة اللي نايدة ديال تبادل المعلومات الالي كين ما كينش على الشركات الاشخاص الى اخره يعني باقي الحديث عليه طويل ولكن اليوم غد نتكلم على هاد الناس هدو ونعطيكم اشن اللي غادي تبدا وتتسلموا ولا اشن اللي غادي يقول لكم بالابناك ديالكم المهم والنقطة الاخرية ان شاء الله كنا عارفو سنا غادي ندخلوا لهاد الاسبوع ديال السيمانة سانطا اللي معروفة نطر اسبانيا اشن هم الحالات اللي ممكن لنا نقدرون تحركوا فيهم من عمل العام كين حالات استثنائية كنا عارفو ده غادي تصد كل شي احتى واحد ما يقدر يتحرك الا في حالات استثنائية وعاد نهدروا على واحد الحاجة اللي هي حرام علينا وحلالون على الناس اللي كي يجي من بره المهم اول حاجة اللي غادي نبدأ بها هي القادية ديال هاد الابناك كيف ما قلت ماشي بزاف كيشة بانك وبزاف ديال ابناك بلوكة والحسابات البنكية ديال الناس اللي هما يا مازال ما سووش الوضعية دياله توصلت بواحد الرسالة فاجآتني وصدماتني هي اللي غادي نتقسم معكم ليوم ديالوحد صديق عزيز على القلب ديالي تحية لي كبيرة من هنا يا اللي توصل بها اللي اتوا باقي من هاد الناس دياله باقي ما سواش الوضعية ديال الله يسهل عليه وسهل على الجميع صفتات هالو كيشة بنك الناس اللي كتشاهدوا هاد الفيديو سواء كتم شتاركين ولا عالي كتشوفوا عن طريق الصدفة وعندكم حسابات بنكية لا في كيشة ولا في أبنى قرى اتطالعوا على الرسائل اللي كتوصلوا بها خصوني اللي عندكم ذيك الابليكاسيون يعني في التليفون وإلكتوا ما عندك بش الوريقات وشوفوه اش غد توصلكم هاد الرسالة اللي غنتكلم عليها نتمنى نحطها لكم هنا بشوفوها وكذلك راهية في المنتدى ديال القناة ممكن تراجعوا لها وتشوفوها كما قلت اشنو اللي كتقول لي كاي شابان كل هاد السيد هذا لهاد الاخ خدت صديق كتقول له تضيب اللي اه بانا الفين وعشرين تبين بانك انت موقيم في المغرب لان الناس اللي بازال ما سويتوش الوريقات ديالكم الوضعية ديالكم باقي محسوبين انكم موقيمين في المغرب يعني ما عندكمش بطاقة ديال الاقامة اللي كتبت انك موقيم في اسبانيا تفاهمين قالت له باللي الحسابات اللي كين هنا عندك في اسبانيا تحت الاسم ديالك اللي انت لك تسيرهم اي حساب عندك في كاي شابانك في اي بنكة تحت الاسم ديالك المعلومات دياله والبيانات دياله الفلوس اللي فيه اي حاجة عنده علاقة به يعني الحساب المالي ديالك غدا تصيفة المعلومات دياله كاملة لما الإدارة المصلحة ديال الضرائب هنا في إسبانيا وكثر من هادشي المصلحة ديال الضرائب ديال إسبانيا بدورها ترسل هذه البيانات المغرب البلد ديال الأصل بمعنى البلد ديال الإقامة بما أن انت باقي عندك أنك محسوب مقيم في المغرب فهل البيانات مزيون المصلحة الضريبية ديال المغرب هنا كل شيء واضح وكل شيء بي أما بالنسبة للناس اللي رأهم عندهم الإقامة ولا الجنسية ولا كذا فهنا باقي الحديث طويل وما زال لك القضية ديالة تصحيح وتوضيح كذا وهذا وكثرة الفتاوي ما زال لنا فيها إن شاء الله ما يتقال من هنا والقدام نتمنى نكون وضحت هذه النقطة وخليت كل شيء واضح أي تساؤل بغتنا نقدروا نديروا عليه لايف خور نديروه ونجاوبوا على الأسئلة ديالكم يعني كاملة ده با قد نهضروا على القضية ديال الناس اللي ربما كين بعد الناس اللي بغوا يتحركوا لغرضين ما من قبل كان عارفو كان الناس كيسلتو كذا يعني ما كيش بزاف ديال المراقبة بحل ده با ولكن ده با اكتر من ستين آلف شرطي اللي حطات الوزارة ديال الداخلية ديال إسبانيا للمراقبة ديال الولايات الناس من قبلوش يتمملون من جهة الجهة بدون سبب يعني كافي واخل الإخوان والأخوات المهم ردوا بالكم من هذ الأمور هذي باش ما تتحركوش إلا لكانت عندكم شي حالة ما ديال حالة اللي غاد نتكلموا لها حالة اللولة هي تمشي للسبيطار ولا تمشي مثلا شي حاجة الالتزامات مهنية أو عملية الخدمة بهذا المصطلح المسألة الأخرى اشنا هي الحضور للجامعات مثلا كتشي تقرأ مؤسسة تعليمية كتشي بدرس معلم شي حاجة من هذا القاعد العودة إلى مكان يعني السقنة ديالك الاعتياد جاي من صفر كتقدر تعلها ماشي بزاف كتين صفر يعني بشي بلاسة البلاد ديال الأصل لشي دولة أخرى ولا لشي منطقة أخرى وجاي راجع لبلاد ديالك ما كيش مشكل ولكن عندك منين جاي واخا المسألة الأخرى هي تخرج من العملاء ديالك لعمل أخرى الغرض أنك تمشي يعني تعتني بشي ناس لهم أكبر في السن قاصرين ناس لهم داوي احتياجات خاصة وهكذا هذا الأمر هو ما كينش مشكل تقدر تمشي البنوك بنك خارج من العملاء ديالك قريب لك تمشي تجرب من الفلوس تدخل الفلوس شي حاجة ما كيش مشكل التزود بالوقود ستاسيون ديال المازوت بالعملاء ديالك وانا ما شي بزاف وقينوا واحد ستاسيون ممكن تخرج لي تكبر المازوت ديالك وترجع ما كينش مشكل كما قلنا الهيئات المالية اللي هي الأبناء والتأمينات بغيت بشي تصوب مثلا شي سيقول ديالدار ديالطنوبيل تأمين شاية التأمين معروفة يعني ما كيش مشكل فهذا القادية الحالة الأخرى هي الإجراءات مثلا المطلوبة والعاجلة ديال أمام الهيئات القضائية عندك شي إلا أبناء نقوله استدعى شي حضور ديال شي جلسة شي محكامة ولا شي حالة هي ما كينش مشكل تجديد ديال التصاريح أو الوطائق الرسمية بتبدلني بتبدل ديني عندك موعد شي حاجة من هذا القبيل ما كينش مشكل باتاتة أنت هي تقدر تخرج من عمل العملاء ما كينش اللي غادي هدار معاك الامتحانات عندك امتحان اختبارات رسمية يعني ديال شي حاجة أو طوارئ حالة قاهرة شي حالة خستك تخرج داروني ملحة يعني عندك سبب دا كافي أنا خستك داروني تتحرك لأنك هنا وحد طوارئ كنعرفوا الطوارئ عشنا هي هادو هما الحالات الاستثنائية اللي خلال هادو الأسبوع ديال المقدس ولا الفصح ولا سمنة صنطة كما معروفة هادو هما الحالات اللي يمكن لنا نقدر نتحركوا من عمل العملاء يعني وميكونوش عندنا مشاكل كما قلت لاش ركزتها لهذا النقطة دي بغيت نهضر عليها لأن الناس عارف أنا الناس كانوا كي يخرجوا لأنها ربما ما تسبت شي حدو تدوز ديال يعني ولكن فهذا الأسبوع دا كما قلت أكثر من سستين ألف شرطة لوظفات الوزارة ديال الداخلية يعني في الطريق باش تواحد ما يتحرك بدون سباب كافي ولا بدون ما يكونوا عندو هادو الأمرات اللي هذرنا عليها هادو هما النقط اللي بغيت نهضر عليهم الإخوان والأخوات بالنسبة للقضية ديال حرامون عليكم وحرامون وحلال على الناس اللي كي يجيوا على هادو شي اللي هذرنا عليه احنا كل شي هادو شي يتطبق علينا سواء كنا إسطان ولا غير إسطان وكني عيشونا بإسبانيا يعني هادو شي يتطبق وإحنا ما قادرون نتحرركم ونقدرون نتمملو إلا للضرورة ولا إلا لهذا الأسباب ولكن الألمان والفرنسيين والبريطانيين رأوا منعسين في الرملة في الجزر ديال وفي الجزر ديال يعني وكيتبحروا مع رساتهم ويخليوا الأوبيئات في الوطيلات وكذا ويمشيوا بحالهم أم اللي تفوت ردوا معايا بزيان يعني البال لهاد القضية غني قول لكم غدا تقول لنا إسبانيا تخنى للموجة الرابعة لأن الناس سكروا في الزعف وكذا وكذا يعني كيف هاد الإسبان هادو لهادو لإسبانيا يعني ما عرفتش كيفاش فهمات هاد اللعبة هادية ديالة تسد على المواطنين وتدخل للناس وخورين كنتشوفهم بالزنق الفرنسيين إيطاليين والألمانيين شباب وكذا والشباب ديال الإسباني يعني بغيتهم يكون ديرين ذاك الانضباط يلتازموا بالقيود يعني شيء اللي هو يعني منطقة بزات المهم الإخوان والأخوات نتمنى نكون في تكم وغاية تهلاولي رسم كامل عادة حتى نطلقوا إن شاء الله في الموضوع الماجي السلام عليكم